اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حيث هنأ سموه الدكتورة فجر السلوم مدير إدارة الصحة الحيوانية وذلك بمناسبة فوزها بمنصبي نائب رئيس المجلس للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح مشيرا سموه في هذا الصدد إلى الأهمية التي يمثلها قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والبحرية والحرص على مواصلة دعم هذا القطاع عبر تبني وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وصولا إلى الأهداف المرجوة من جانبه عرب ساعدته وزير شؤون البلديات والزراعة عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من دعم وتقدير لجهود الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والاهتمام بمتابعة ودعم كافة البرامج والخطط التي تقوم بتنفيذها وزارة شؤون البلديات والزراعة مؤكدا مواصلة العمل بكل عزم وتفان لتحقيق رفعة ونماء مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر